نضم لنا من ربالله دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور ما الذي يعكسه هذا القرار؟ أولا دعني أشير إلى خطورة القرار من زاوية أنه قرار تحريضي على قناة الجزيرة والعملين فيها لأنه يتهمهم بأنهم بوق تحريضي لحركة حماس هذه دعوة عمليا للبطش بالجزيرة والعملين فيها وهذا أمر في غاية الخطورة ويجب التصدي له فورا بكل الوسائل القضائية والقانونية وغيرها الأمر الثاني أنا أعتبر أن قرار حكومة إسرائيل بوقف قناة الجزيرة دليل ضعف وليس دليل قوة دليل خوف من الحقيقة ومن حرية الصحافة والتعبير ومن الدور المهني الرفيع الذي تقوم به الجزيرة في كشف الحقيقة ما يقلق إسرائيل ويزعجها ويخيفها أن هذه القناة استطاعت أن تنقل وتكشف جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا جرائم الحرب الوحشية من الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية إسرائيل لا تريد للحقيقة أن تظهر وهذا اعتداء ليس فقط على قناة الجزيرة ودورها واعتداء على كل الصحافة وحرية الصحافة وهذا يتطابق تماما مع السلوك الإسرائيلي الذي منع حتى اللحظة أي صحفي أجنبي من الدخول إلى قطاع غزة ومنع الصحفيين العرب من الدخول إلى قطاع غزة وقام بقتل ما لا يقل عن 140 صحفيا وبعض عائلات الصحفيين مثل عائلة الزميل وائل الدحدوح بهدف كبت هذا الصوت الحر الذي ينقل الحقيقة إسرائيل تخشى من ظهور الحقيقة للعالم ولكن تصرف هذه الحكومة الإسرائيلية برأي تصرف غبي غبي لأنه لا شيء يمكن أن يسكت صوت الجزيرة وهذه القرارات لن تزيد الناس لا اهتماما بالاستماع إلى قناة الجزيرة ومعرفة ما الذي تقوله سواء باللغتين العربية أو الإنجليزية وثانيا لأن هذا القرار غبي أيضا لأنه اليوم في عصر وسائل الاتصال الاجتماعي لا يمكن لأي نظام ديكتاتوري في العالم أن يقمع صوت الناس اليوم الصوت يصل بكل الوسائل بوسائل الاتصال الاجتماعي بالإنترنت وبالتالي أنا برأيي هذا قرار غبي وإن كان يريد ربما أن يشفي غليل المتطرفين العنصريين في الحكومة الإسرائيلية الأمر الثالث هذا الذي جرى يؤكد أن من يحكم في إسرائيل هو التيار الفاشي سموتريتش وبينكفير ومعهم نتنياهو وهؤلاء لا يعبأوا حتى بالرأي العام العالمي ولا يعبأوا بحقوق الإنسان ولا بالقوانين الدولية بس ما يقومون به يكشف ويعري الأكذوبة الكبرى التي طالما جرت ترويج لها على مدار سبعين عاما بأن إسرائيل هي دولة ديمقراطية وأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة اليوم انكشف عريها بالكامل دكتور أشارتي لأنه قرار تحريدي ما خطورة هذا وما الذي يمكن أن يحصل أبعد من إسكات صوت وسيلة إعلامية حرة تنقل ما يحدث على الأرض الخطورة في أنه عندما تقول عن طرف ما مثل قناة الجزيرة بأنها بوق إعلامي تحريدي لحركة حماس التي يعتبرونها حركة إرهابية هذا يعني أنك تحرض الجمهور الإسرائيلي ووسائل الأمن الإسرائيلي على الاعتداء على كل من يعمل في الجزيرة أو يتعامل معها هذه هي الخطورة في الأمر وبالتالي هذا شيء تحريدي خطير من الدرجة الأولى خصوصا أنه يصدر عن رئيس وزراء إسرائيل وعن رئيس الحكومة الإسرائيلية وهذا طبعا إمعان في الإسفاف هو طبعا لن يرعب ولن يخيف الجزيرة ولن يمنعها عن أداء دورها المهني الرفيع والموضوعي والممتاز ولكنه يحمل في طياته خطورة على كل من يعمل بها وبالتالي يجب التصدي له ويجب فضح وتعريط مضمون هذا التحريض وخطورته أمام العالم بأسره نحن نريد أن نسمع ما الذي ستقوله الولايات المتحدة الآن التي تدعي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في كل مكان في العالم ما الذي ستقوله الآن هل ستقول أنها قلقة أم ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل كما تفعل في دول أخرى وأنا برأيي هذه الحكومة خرجت عن عقالها الآن العقبات التي تضعها في طريق وصول إلى تسوية في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار كل هذا يدل على أن هذه الحكومة لن تردع إلا بفرض العقوبات والمقاطعة عليها ولن ترتدع عن مواصلة اتخاذ إجراءات قنعية كالتي اتخذتها الآن ضد قناة الجزيرة ترجمة نانسي قنع